اشتركوا في القناة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب تأويل الصمد هذا الباب عقده ثقة الإسلام الكلين رضوان الله تعالى عليه لبيان معنى الصمد في سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ما هو معنى الصمد هنا الروايات كثيرة في تفسير معنى الصمد وفي هذا الباب ينقل الكلين رضوان الله تعالى عليه روايتين ونحن نذكر تلك الروايات الأخرى لأن الكلين رضوان الله تعالى عليه روى إحدى تلك الروايات فيما مضى كلمة الصمد لها معنيان المعنى الأول الغني الذي يحتاج الكل إليه السيد المصمود إليه يعني الذي يقصده الناس لحوائجهم والله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق من كل الجهات والأشياء التي خلقها هي فقر مطلق وتحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء فكل ما للإنسان إنما هو من الله سبحانه وتعالى وكذلك سائر الموجودات فنحن الآن نحتاج في آصل وجودنا إلى الله سبحانه وتعالى وفي استمرار وجودنا نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى وفي حركتنا وسكوننا ورزقنا وكل شيء من وجودنا نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هذا المعنى الأول لكلمة الصمد والكلين يروي هنا روايتين في تفسير الصمد بهذا المعنى المعنى الثاني للصمد هو الذي لا جوف له الإنسان له جوف لأنه جسم والجسم له حجم وهذا الحجم يكون يكون ظاهر الشيء باطن الشيء الله سبحانه وتعالى بسيط ليس له جوف بحيث يدخله شيء أو يخرج عنه شيء تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وقد ذكرنا في بعض البحوث الماضية في معنى السميع والبصير ذكرنا أن الروايات دلت على أن السميع والبصير بمعنى العالم بالمسموعات والعالم بالمبصرات لماذا؟ لأن السمع والبصر في الإنسان هو دخول شيء في هذا الإنسان يعني الأمواج الصوتية تتحرك تصل إلى الأذن وتدخل في الأذن وتحرك الطبلة وتحدث هناك أمواج عن طريق شبكة الأعصاب تنتقل إلى الدماغ فالإنسان يسمع الأصوات وكذلك بالنسبة للرؤية النور يصطدم بالأشياء ثم ينعكس إلى بصر الإنسان إلى عين الإنسان وكذلك ضمن معادلة يتحول إلى أمواج عصبية تنتقل هذه الأمواج إلى الدماغ فيرى الإنسان الأشياء فالدخول شيء صار في الإنسان أمواج صوتية أمواج نورية لكن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يقال فيه ذلك أن يدخل في ذاته الأمواج الصوتية مثلا أو الأمواج النورية وإنما الله سبحانه وتعالى له إحاطة بالعلم والقدرة على الأشياء وعلى المسموعات بالعلم بها وعلى المبصرات بالعلم بها فإذن المعنى الثاني للصمد ما لا جوف له لأنه بسيط ليس جسم الشيء الذي له جوف هو الجسم يكون والله سبحانه وتعالى منزه عن الجسم لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا كان جسما صار شبيها للأجسام والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك إذا اتضح ذلك هنا ملحوظة جدا مهمة وهي أنه الصمد في اللغة بمعنى الحجر أو الحصات الملساء التي ليست فيها ثقوب فلا يدخلها شيء ولا يخرج عنها شيء أنتم بعض الأحيان تشاهدون بعض الصخور أو بعض الحصيات خاصة التي تقع على ساحل البحار هذه ملساء جدا لا توجد فيها ثقوب فلا يدخلها غبار ولا يخرج منها شيء هذه تسمى الصمد لغة أو قطعة الحديد المتراكمة هذه قطعة الحديد المتراكمة لأنه لا يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء تسمى الصمد هذا المعنى في اللغة لكن المعنى في الله سبحانه وتعالى يختلف عن المعنى في الأشياء وذكرنا في الحلقات الماضية أن هناك ألفاظ كالملك كالسميع كالبصير تطلق على الله وعلى غير الله ولكن بمعنيين بالتفصيل الذي شرحناه فيما مضى فالصمد حسب المعنى الثاني بأن الله سبحانه وتعالى بسيط لا جوف له لا يدخله شيء هذا يختلف عن معنى الصمد في الأشياء كالحصات الملساء مثلا أو الحديدة المتراكمة لأن تلك جسم لا يدخله غبار لا يخرج منه غبار مثلا لا يدخله شيء لا يخرج منه شيء وبالنسبة لله معناه أنه ليس بجسم فلا تدخله الأمواج الصوتية الأمواج البصرية وما إلى ذلك إذا اتضح ذلك يتبين أن المعنى يختلف ولا تشبيه فيه نعم هنا الكليني يذكر المعنى الأول للصمد ويقول الصمد السيد المصمود إليه الذي الناس يحتاجون إليه وهو الغني المطلق وليس الصمد بمعنى الذي لا جوف له لأن هذا يكون تشبيه كما أن الحجر لا جوف له لأنه متراكم لا يدخله شيء لا يخرج منه شيء كذلك إذا قلت إن الله مثل ذلك هذا صار تشبيه هكذا تصور الكليني رضوان الله تعالى عليه فلذلك قال إن المعنى الثاني للصمد ليس هو معنى يطلق على الله سبحانه وتعالى اللفظ باعتبار ذلك المعنى زين ماذا تقول في الرواية التي وردت في ذلك هنا مسألة جدا دقيقة موجودة الكليني تصور أن هذا المعنى فيه تشبيه ويخالف القرآن ثم يرى أن هناك رواية هو يتصور أن هذه الرواية مخالفة للقرآن وإحنا عدنا أحاديث كثيرة إذا عرضوا الروايات على القرآن فإذا شيء عرض القرآن وخالف القرآن فاضربوا به عرض الجدار لا تعملون به وهذه من منهجية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذي اختلفت هذه المنهجية عن العامة العامة إذا عدهم حديث يزعمونه صحيحا يتخذون ذلك الحديث ويتمسكون به ولو كان مخالفا للقرآن القرآن يقول لا تزر وازرة وزرة أخرى رواية في صحيح مسلم الصحيح عندهم تقول أن الميت يعذب ببكاء أهله زين هذه الرواية مخالفة صريحة للقرآن الكريم هذا الميت المسكين لماذا يعذب ببكاء أهله عليه لا تزر وازرة وزرة أخرى زين ما دام الرواية موجودة في صحيح مسلم الصحيح عندهم يتركون الآية القرآنية اللي هي لا تزر وازرة وزرة أخرى ويتمسكون بهذه الأحاديث وهذا من غريب الأمر لكن نحن ماذا نقول؟ نقول الرواية حتى لو كان سندها صحيح إذا تخالفت مع القرآن القرآن يرجح على الرواية لأن هذه الرواية خبر واحد الراوي ثقل لعله أخطأ لعل الرواية صدرت تقية لعله في النقل صار خطأ يمكن لأن الإنسان معرض للخطأ لا نقول إنه وحي منزل ولكن إذا لم يكن مخالفا للقرآن فهذه الروايات نحن نتمسك بها حج بيننا وبين الله سبحانه وتعالى زين هنا الكلين يشاف الرواية اللي تقول إن الله لا جوف له هذه فيها تشبيه وفيها مخالفة للقرآن هذه الرواية لم يعمل بها ولكن هنا نقطة مهمة اتهم فهم نفسه لعله أنا لم أفهم معنى الرواية صحيح أنا مأمور بأنه إذا الرواية تعارضت مع القرآن الكريم أنا أترك الرواية لأنها متعارضة مع القرآن الكريم بس من قال إن فهمي للقرآن وفهمي للرواية صحيح لعلي أتصور أنه هذا مخالف للقرآن وليس مخالفا أنا أخطأت إما أخطأت في فهم القرآن أو أخطأت في فهم الرواية لأنه هو فوق كل ذي علم عليم وفي حديث آخر رب حامل ثقه إلى من هو أفقه منه الآن بعض الأحيان تشوف الإمام صدرت منه كلمة أو الرسول صدرت منه كلمة الراوي عن الرسول أو عن الإمام كان ثقة ضابط حفظ كلام الرسول وحفظ كلام الإمام ونقل هذا الكلام يمكن هو ما ملتفت إلى دلالات هذا الكلام لكن تقع هذه الرواية بيد الفقيه الفقيه يلاحظ الرواية ولعله يستنبط منها عشرات ومئات وألوف الأحكام مثلا هذه القاعدة المعروفة حديث الرسول صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام هذا الحديث بعض رواته طبعا الحديث سنده صحيح لكن بعض الرواات لم يكونوا من الفقهاء إلى حافظة جيدة أو كاتب وثقة لا يكذب لا يزيد لا ينقص روا هذه الرواية لعله إذا تسأله شنو معنى الرواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يعني في الإسلام الحكم الضرري مثلا أو أي شيء يؤدي إلى الضرر غير موجود لكن حينما وقعت هذه الرواية بيد الفقهاء تعمقوا فيها تعمقوا في فهمها وهذا اجتهاد في فهم النص وليس اجتهادا مقابل النص أكو فرق البعض يقول قال الله وأقول قال الرسول وأقول قال الإمام وأقول هذا اجتهاد في مقابل الناس وهذا مرفوض أما الشيء الصحيح أنه قال الله لكن شنو معنى قال الله يشوف الآية الواحدة قد يكون لها تفسير بمقدار مجلد واحد مجلدين أو أكثر تعمق في فهم كلام الله سبحانه وتعالى لا ضرر ولا ضرار في الإسلام شوفوا فقه الأصوليون والفقهاء كتبوا مجلدات في فهم معنى هذا الحديث ولوازم هذا الحديث هاي كلمة لا هل هي لا النافية للجنس أو هي لا المشبهة بليس زيان هل هي نافي أو ناهي ولكن بصيغة النافية الضرر شنو هو رافع للحكم أو رافع للموضوع أو يثبت الحكم ويتفرع على هذا التعمق في فهم النص عشرات ومئات وألوف المسائل المختلفة في كل أبواب الفقه هذا يصير تعمق في فهم النص جن بعض الأحيان أنت فد رواية تجي ما تفهم معناها لا تكون كبعض أدعياء العلم بمجرد أن اتعلم لك الامتين شاف لرواية زيان يقول هاي الرواية كذب هاي مو صحيح هذا مخالف العقيل هذا مو معقول يصدر من الرسول ومن الله سبحانه وتعالى وكذا 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 لا قف أن تجهلك أكثر من علمك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فإذا رواية لم تفهمها رد علمها إلى أهلها إحنا ما قد تقول في رواياتنا تقول هذا موضوع إلا إذا هناك أدلة قطعية على أنها موضوعة وعلى أنها كذب لذلك أسلوب فقهاننا العظام إذا رواية أعرضوا عنها إما لأنها معارضة والمعارض أقوى سندا ودلالتان وشهرتان أو لأي جهة أخرى يتهم فهم نفسه يقول هاي الرواية مو حجة إلي لأن نفس المنهج الذي تعلمناه من الأئمة ومن الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام ذلك المنهج يقول لنا أنت اعمل بالروايات التي سندها صحيح إذا تعارضت مع روايات سندها ضعيف مثلا اعمل بالتي سندها صحيح بالتي سندها صحيح لكن التي سندها ضعيف لا تعمل بها مثلا حين التعارض لكن لا تتهمها بالكذب فلعله صدرت عن الإمام لكن أنت لم تفهم لماذا صدرت عن الإمام فاتهم فهم نفسك لا تعمل بها لا حجة لك في العمل بها لأنه المنهج الذي تعلمته من الأئمة يقول لا تعمل بها لكن المنهج يقول لك أنه لا تكذبها المنهج يقول فرد علمها إلى أهلها قل الله ورسوله أعلم الآن في بعض الآيات خاصة المتشابهة يأتي المفسرون ويأتي يتعمقون في فهم الآية بعض الأحيان أكو احتمالات متضاربة الإنسان حينما يجد هذه الاحتمالات المتضاربة وروايات متعارضة يتحير فحينئذ لا يقول إن الآية كذب والعياذ بالله كلا يقول أنا لم أفهم وهذا هو المنهج الصحيح شوف الكليني هنا رضوان الله تعالى عليه طبق منهج أهل البيت المعنى الأول للصمد يرتضيه يجده متطابقاً مع القرآن ومع منهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لذا يختار هذا المعنى أما المعنى الثاني هو يتصور أن هذا المعنى متعارض مع القرآن يتهم فهم نفسه شوف العبارة اللي شنو يقول يقول الكليني رضوان الله تعالى عليه فأما ما جاء في الأخبار من ذلك يعني من المعنى الثاني الذي لا جوف له فالعالم أعلم بما قال فالعالم عليه السلام ما يقول هذا كذب لا يقول الإمام هو يعلم المعنى الذي قاله أنا لم أفهمه هل الإمام يقصد خلاف الظاهر هل هو تقي مثلاً أو هل فيه جهة أخرى يقول أنا لم أفهم فإذن نحن نتعلم من العلمائنا الأبرار وعلى رأسهم الكليني رضوان الله تعالى عليه المنهج الصحيح أنت تشوف فقهائنا مثل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه عندما كتب التهذيب مزين أكو روايات متعارضة ذكر الروايات المتعارضة أي مكان أمكن الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد وبحسب التعبير العلمي الجديد الحاكم والمحكوم كذا جمع وأي مكان لم يتمكن من الجمع رجح بالسند قال هذا سنده أقوى وذاك سنده ضعيف مثلاً فنعمل بالذي سنده أقوى وبعض الأحيان يبين أن هذه الرواية مثلاً صدرت تقية لموافقتها للعامة وتلك الرواية الأخرى هي التي يجب أن نعمل بها لأنها لم تصدر للتقية فإذن الفقهاء الكبار هكذا دابهم أنت إذا تراجع كتب العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه هو كان فقيح وكان محدث وكان جامع للمعقول والمنقول يعرف العلوم العقلية والعلوم النقلية والتفسير واللغة وما إلى ذلك حينما مثلاً في كتاب بحار الأنوار في باب يذكر الروايات أحياناً نشاهد تعارضاً بين الروايات يحاول الجامع بينها فإن كان الجامع جمعاً عرفياً فهو الذي يجب أن يتخذ وإن لم يكن جمعاً عرفياً يذكر بعنواناً الاحتمال لا يرد الرواية وإذا لم يمكن من الجامع يرجح الرواية التي سندها أقوى لأنها المنهجية التي علمنا إياها الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهكذا إذا تراجع إلى مثلاً موسوعة الفقه للسيد الوالد رضوان الله تعالى عليه تجد هذا الأمر جلياً فيها وفي الروايات المتعارضة زياناً نقرأ الروايتان اللتاني تذكران المعنى الأول عن داود بن القاسم الجعفري هذا كان من أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام الجواد ومن الذين رأوا الإمام المهدي وهو من ذرية جعفر الطيار وكان عظيم المنزلة عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام قال قلت لأبي جعفر الثاني يعني الإمام الجواد جعلت في ذاك ما الصمد؟ ما هو معنى الصمد؟ قال السيد المصمود إليه في القليل والكثير يعني المقصود إليه أنت عندك حاجة كبيرة أو حاجة صغيرة تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأن كل الأمور بيد الله وفي حديث أن الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى يقول يا موسى أطلب مني حتى ملح الطعام الملح شيء لا قيمة له الآن من أرخص الأشياء الملح وأكثر المعادن الموجودة في الأرض هو الملح هذه المحيطات والبحار والأراضي السبخة فيها ملح الملح قليل الثمن جدا يقول حتى الملح أطلب مني هذا مو معنى أنه أنت كن كسولا ولا تعمل لا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الله طلب منك الجد والعمل ولكن أن تعلم أن كل شيء من الله سبحانه وتعالى وأن تعمل لأنه أمرك بالعمل وأن تدعو الله سبحانه وتعالى لأنه أمرك بالدعاء قال السيد المصمود إليه في القليل والكثير هذا الحديث الشريف الأول الحديث الثاني هذا الحديث بأسناده عن جابر بن يزيد الجعفي قال سألت أبا جعفر يعني الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام سألت أبا جعفر عن شيء من التوحيد يعني سؤال حول الله سبحانه وتعالى لأن كلمة التوحيد تطلق على أي شيء يرتبط بالله سبحانه وتعالى سواء كان عن معنى التوحيد بالذات اللي هو نفي الشريك أو سؤال عن صفة من صفات الله أو أي شيء يرتبط بالله أو بأفعاله فقال إن الله تباركت أسماؤه تباركت يعني دام خيرها فتبارك الله أحسن الخالقين يعني شنو؟ يعني دام خيره لأن البركة هي الخير الثابت فتبارك الله يعني دام خيره تباركت أسماؤه أسماء الله كما ذكرنا سابقا هي مخلوقة لله ولكنها لها الخير الكثير ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها إن الله تباركت أسماؤه التي يدعى بتلك الأسماء وتعالى في علو كنهه ذات الله سبحانه وتعالى عالي لذلك لا يشبه المخلوقين أبدا فأسماؤه تباركت دام خيرها وذاته عالية بما لا نهاية لذلك العلو إن الله واحد توحد بالتوحيد في توحده يعني الله قبل أن يخلق الأشياء كان واحدا بعد أن خلق الأشياء أيضا كان واحدا قد ذكرنا فيما مضى أن الوحدة في الله هي الوحدة الحقيقية لا الوحدة العددية نقول واحد اثنان كلا آدم كان وحده ثم خلق الله حوى صار اثنان واحد اثنان ثم ولد لهما صار واحد اثنان ثلاثة الله الله وحدته حقيقية وبخلقه المخلوقات لم تتغير وحدته لأن وحدته صف الذات ولا تغير فيها واحد توحد بالتوحيد في توحده يعني حينما لم يكن قد خلق شيئا قبل أن يخلق الخلق ثم أجراه على خلقه يعني أمر خلقه بمعرفة توحيده بعد أن جعل في فطرتهم ذلك وأيضا ركب عليهم عقول هذه العقول لا محالة تسوقهم إلى الإذعان بوجود الله سبحانه وتعالى فهو واحد الله سبحانه وتعالى واحد استحالة تعدد القديم كما مر سابقا صمد يعني مقصود إليه في الحوائج كلها قدوس يعني منزه عن كل صفة نقص لأن القدس بمعنى الطهارة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الملائكة قالوا يعني شنو نقدس لك يعني نطهر الأرض لأجلك سبحانك وتعالى فالله قدوس يعني منزه عن صفات النقص يعبده كل شيء هذا توحيد العبادة لا تجوز عبادته غير الله سبحانه وتعالى كل شيء خاضع لله سبحانه وتعالى خضوع تكوينه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل شيء خاضع لله خضوعا تكوينيا ثم إن الله سبحانه وتعالى إضافة إلى الخضوع التكويني أمر عباده بالخضوع التشريعي يعني بالعبادة بالصلاة بالصوم وما إلى ذلك وجعل الإنسان مختارا يمكنه أن يطيع ويمكنه أن يعصي يعبده كل شيء ويصمد إليه كل شيء يعني يقصده كل شيء وواسع كل شيء علما هو سأل الإمام عن شيء من التوحيد بس السؤال شنو اللي الإمام بهذه الكيفية أجابه أو يمكن سؤاله كان عام علمني شيئا من التوحيد فهنا الإمام علمه بعض صفات الذات بعض صفات الفعل وجمع مجموعة من الصفات من جملة تلك الصفات ويصمد إليه كل شيء هذا السبب في ذكر هذا الحديث في هذا الباب زيان هذا بالنسبة إلى المعنى الأول للصمد أما المعنى الثاني للصمد قد ذكرناه سابقا في باب الإرادة أنها صفة الفعل الحديث السادس أن أقرأ الحديث بشكل مختصر اللي يدل على المعنى الثاني لأن المخلوق الإمام الصادق يقول لأن المخلوق أجوف معتمل مركب للأشياء فيه مدخل يعني تدخله الأشياء وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه لأنه بسيط ليس بجسم لكي يدخله شيء والعياذ بالله لا مدخل للأشياء فيه لأنه واحد واحدي الذات وواحدي المعنى لأنه بسيط الله سبحانه وتعالى واحد سواء في ذاته غير مركب الأشياء التي يدخلها الأشياء هي مركبة من عدة أشياء فيدخل في وسطها شيء لكن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا لكي نقول إنه مثلا يدخله الأمواج الصوتية أو الأمواج النورية واحدي الذات واحدي المعنى فلذلك في ذلك الحديث كان كلام حول الرضا والسخط فرضاه ثوابه وسخطه إقابه إلى غير ذلك من الأحاديث المختلفة فإذن الصمد في الله سبحانه وتعالى بمعنى السيد المقصود إليه في الحوائج كلها لأنه الغني المطلق وكل الأشياء تفتقر إليه وأيضا الله سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة ويستحيل أن يدخله شيء عكس الأجسام التي يدخلها الأشياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا حقائق توحيده هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة